التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز الذي نقل تحية الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس السيسي وخلال اللقاء نقل بيرنز إشادت بايدن بدور مصر المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة وقد شهد اللقاء استعراض تطورات الموقف الراهن حيث تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة استقبل الرئيس السيسي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني وخلال اللقاء تم التأكيد على الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفاح جنوب قطاع غزة والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء كما استعرض اللقاء الجهود الرامية لحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع تجديد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة يبدأ الرئيس التركي رجب طيب اردوان اليوم زيارة إلى القاهرة هي الأولى من نوعها منذ ما يزيد على 11 عاما وأكد الرئيس التركي أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة سيتصدر قدوى لمحادثاته مع الرئيس السيسي كما أوضح اردوان أن المباحثات في القاهرة ستناقش مختلف القضايا منها الاقتصادية والتجارية والسياحية والطاقة والدفاع حذرت الأمم المتحدة من اكتياح عسكري إسرائيلي محتمل لرفح بجنوب قطاع غزة وقال مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة مارتين جريفث أن العمليات العسكرية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مذبحة وقد تجعل أيضا عملية الإغاثة الهشة بالفعل على أعتاب نهايتها وأشار غريفث إلى افتقار ضمانات السلامة وإمدادات المساعدات وقدرات الموظفين لاستمرار عمليات الإغاثة في قطاع غزة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعي براشيا الفخار وراميا جنوب لبنان يأتي القصف الإسرائيلي عقب يوم من الإعلان عن خطة فرنسية تنص على وقف الأعمال القتالية على جانبي الحدود وانسحاب مقاتلي حزب الله لمسافة تتراوح بين 10 إلى 12 كيلو مترا من الحدود والتطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 بينما أعلن حزب الله أن وقف إسرائيل حربها في غزة هو وحده ما يوقف إطلاق النار في جنوب لبنان أعلنت مصادر يمنية أن قصفا أمريكي بريطاني استهدف منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة من جانبه أعلن الجيش الأمريكي أنه نجح في حماية الفي سفينة تجارية عبرت البحر الأحمر وقال قائد البحرية الأمريكية مارك ميغاز أن القوات الأمريكية شهدت انخفاضا في نشاط قوات الحوثي خلال الستين يوما الماضية انتهى موجزة التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل